موسيقى ولسا مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة وصلنا لفقرة طبية الحقيقة ان الاهتمام بفكرة توفير الفايتمينز اللازمة لصحة جسمنا سواء كانت خلال مصادر من الأكل أو من المكملات الغذائية دي خطوة ناس كتير بتخفل عنها أو بتهملها مش مدركين مدى أهميتها لصحتهم الجسدية والنفسية وده طبعا لأن نقص الفيتامينات في الجسم بيأثر بشكل كبير جدا على صحة الجسم الداخلية وطبعا على مظهره الخارجي من بهتان بشرة سقوط الشعر ده طبعا غير كمان التقلبات المزاجية كل ده بنسبة كبيرة بيكون سبب افتقار الجسم الأهم الفايتمينز والمعادن اللازمة خلونا النهاردة نعرف أكتر عن أهمية الفيتامينات لصحة الجسم وإيه هي أعراض الأخرى اللي بتبين أو بتظهر لنقص الفايتمينز وإزاي نتناول الفايتمينز بشكل سليم كل ده وأكتر مع دفسي المشرفان يمنوراني في الستوديو دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتيرال أهلا بك يا دندونة يا عظيمة منوراني حبيبتي ربنا أخليك يا حبيبة قلبي طبعا لازم قبل ما أبدأ أقول لك كل سنة أنت طيبة يروح قلبي وانت طيبة بصحة وسعارة كل سنة وانت في سعادة وهنا وتقلق وأن الناس كلها تحبك حبيبتي أمين أحلى دعوة دندونة إسلاميديا دندونسي ومن حصن حظ أن أنت معنا شاركتنا في اليوم الجميل ده والله بشكر حبيبي كلهم بجد وكانت مفاجأة حقيقي يعني غير متوقع مبسوطة بوجودك معي وطبعا الموضوع بتاعنا موضوع مهم كل يوم أما بقوم من النوم أو بحس بشعور ما لما بنس أخد الفايتمين ألاقي كده أسبوع عدة وأنا بدأت أحس بأحسيس معينة أفتكر قد إيه الفايتمينز دي مهمة وقد إيه بجد هي أصبحت حاجة حقيقية أساسية ما يفعش خالص أن احنا نستغنى عنها صح عايزك يتكلمين بجد عن أهمية الفايتمينز ونقول لأصدقائنا كلهم إن بجد هي عامل أساسي لأنه من غيرها هيحصل لنا إيه قولنا بقى الحسيس والحاجات اللي بتظهر علينا لو نقص الفايتمين ده في جسمنا لو الفايتمين نقص لو هتكلم عن المظهر الخارجي الشعر أو الحاجة بيقع على طول نقص الفايتمينز وبروتين الشعر يقع الشعر تالف البشرة بحتانة جدا هالات سودا مفيش نظارة في بشرتك ممكن عدم التقام الجروح كمان لما أجي أخسل سناني ألاقي فيه نزيف في اللثة ممكن تكسير الضوافر ده ده الشكل الخارجي مثلا المشاكل اللي من جوه إن أولا هيبع عندك تعب مستمر عايزة تقومي بقى لسه بنقولي هادي اليوم بابتة حالة إجهاد تعب كده ما أناش عارفة سببها تعب ومش عارفة أنزل روح شغلي وتعبانة روح شغلي ساعة عايزة روح حشان أنام كل الحاجات دي بتبقى نتيجة نقص فيتامينز الأطراف أجي أمسك مج ألاقي إيدي بترتاعش وأنا في المطبخ بعمل حاجة ألاقي الحالة وقعت مني مثلا كل ده نقص فيتامينات منهم فيتامين بي ممكن أقول تشقق البقء وخصوحنا دخلين بقى على مرحلة الشتاء هيبان كتير قوي الحاجات دي معانا طبعا زيادة في الوزن زيادة في الوزن الحرق بقى بيبقى متوقف طبعا الفيتامين بي هو اللي بيحرق وفيتامين سي هو اللي بيحرق يعني هو اللي بيعليلي عملية التمثيل الغذائي زيادة في الوزن بيبقى نتيجة نقص فيتامينتهم معادة فمين فينا لو ما بياخدش فيتامينات ما بيحصلوش الكلام ده لا يمكن طبعا لا يمكن صح فمهمة قوي ان احنا ناخد الانتج اليومي ولما قلتلي عظيمة ان لو قعدت أسبوع ما بياخدش فيتامين برجع على اينا بحسب اضرب على طبول مشعور بي فورا عشان كده لازم الانتج يبقى يوميا بحدات مرخصة والفيتامينات اللي جوه المالتي فيتامينز تبقى الاحتياج اليومي ما زادش عنه ايوة صح وقتها اعرف ان انا اديت جسمي احتياجي للفيتامينات المعدنية يعني هيبقى نشيطة المناعة لو كل شوية بيجيلي دور برد اخلص دور برد بعدها بشهر دور برد تاني انا ما عنديش مناعة اصلا محتاجة فيتامين سي محتاجة زنك محتاجة نحاس صح فطبعا الفيتامينات المعدن ليها اهمية لكل الاعمار بنقف بقى في حتة دايب نقول ايه احنا بنقعد في الصيدلية يقعد يقول لك خد زنك وخد فيتامين دايب وخد قم جسري وخد طبعا فيه ناس كتير بيبقى اقتصاديا على المستوى المادي بيبقى كتير عليهم انهم يجيبوا كل الانواع دي وبيبقى كتير علينا احنا كمان احساسك انك تاخذي من كل عربة وهتواصبي على كل دول ازاي فبيبقى من ناحية اقتصادية ومن ناحية اخرى ان انت مش هتقدر يتواصبي عليه انا بصراحة يعني الالب مالتي فيت او الالب مالتي فيت انا عشان استخدمته فانا عارف انا شايف انه الثلاثين قرص على مدار الشهر بيكف الشهر دي حاجة هيلة انا كنت واحدة من الناس اللي نزلت على الصفحة عندي وقلت يا جماعة الناس اللي بتقولي اقتصاديا عايزي فيتامينز ما تكونش غالية ولكن تكون افكتف يعني فعالة عشان احنا بجد تعبنا انا نزلته وكنت بنزله وانا قلبي جامد لان حسن بخدم الناس عشان اخدته وجردته لاني اخدته وجربته اول حاجة لازم انا الاول اجرب زي اي وصفة بجربها لازم اقول ان انا ما اضاش دي امانة فانا مش هادر اقولها للناس نتعامل بيها وانا مش قده فكلمينا بقى عن الفيتامينز اللي فيها عشان لو اصدقائنا لسه مش عارفين بنتكلم عن ايه فصفصيهونا بقى حتة حتة قلب مالتي فيت طبعا من احد منتجات شركة بايو ناتشرالز شركة ليها صدى كبير جدا 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 لان هي كمان فيها قلب مالتي فيت وفيها منتجات تانية مرخصة منتجات للتخصيص وفيها اهوة خضرة فيها حاجات كتيرة جدا حلوة واسعارها في متناول الجميع اسعار شركة بايو ناتشرالز الحقيقة منافسة جدا حقيقي فعلا لو هتكلم على النهاردة بتكلم على ايه البي مالتي فيت منتج شركة بايو ناتشرالز عندي الزنك زي ما انا شايف على الشاشة الزنك مهم جدا يا عظيمة للشعر والبشرة والمناعة ومهم لدى الخصوب عند الرجال ومهم لكل العمليات الحيوية في الجسم ومهم للمعدة ومهم للدم مهم لكل حاجة الزنك يبقى لازم معان حاس لما ينفعش اخد زنك على طول النحاس هيقع قلب مولتي فيت داخله مزيج من الزنك والنحاس وده بيميز هذا المنتج كويس عندي كمان داخل قلب مولتي فيت مجموعة فيتامين به فيتامين به يعني الحياة يا جماعة مهم جدا ان انا غزي دمي وغزي جسمي بفيتامين بي مش بس واحد يعني انا عندي عائلة كبيرة من فيتامين بي زي ما انا شايف على الشاشة غني بمجموعة فيتامينات به الكاملة وده صعب جدا تشوفيه في اي منتج او مكامل غزائي اخر صح الاسي هي حاجات وحاجات مش موجودة طبعا فيتامين بي للطاقة وتحسيل التمثيل الغزائي وتكوين خلايا الدم بشكل صحي لازم قوي نهتمي بدمنا لان الدم بتاعنا هي وسيلة الموصلات لكل حاجة وسيلة المسلات هرموناتنا لغاية مستقبلاتها في الخلايا دم ينتج الهورمونات لغاية مستقبلاتها في الخلايا الدم مهم لان هو اللي ميمش فيه yse الخلايا المناعية لو دمي مش صحي мнеعتي قليلة الدم مهم لو ن justification أو الديتوكس اللي هو اخراج الفضلات من الجسم فالدمه مهمة قوي أن أحفزه وأناميه بشكل صحيح عندي داخل ألبا مالتي فيت نقدر نقول الكالسيوم قد إيه الكالسيوم مهمة كلنا كستات عارفين طبعا أن لازم أن تكمل كالسيوم بعد الأربعين بيحصل شوية مشاكل وبلس كمان بعد الخمسين لما بتخش في المونوبوز أول حاجة بتشتكي منها عشاش تلعب صح لازم أدعم الستات اللي لازم تدعم بالكالسيوم الحلوة في ألبا مالتي فيت إن الكالسيوم اللي فيه سبعين لأن كلنا عارفين أن لو حصل زيادة بيترصب بيبقى مش كويس بيأثر في حالة تانية بالزبط الاحتياج اليومي ألف الست الحامل ألف ومتين أنا عندي سبعين بس فحلوة أن أنا مش علي يومين حتى لو فترة طويلة أنا مش مضرورة في حاجة خالص يبقى أنا قلت كالسيوم داخل ألبا مالتي فيتامين بيهزينك فيتامين سي فيتامين سي مهم لجمالنا والنظرة بشرتنا والتعزيز الكولوجين فما يطلع لناش تجايد في سن مبكر الكول مهم لعادة انتصاص الحديد فنحاول نحمي نفسنا من فقر الدم عندك كمان داخل ألب مالتي فيت أقوى مضاد أكسادة في الحياة فيتامين هي آه فيتامين هي ده مهم جدا ده مهم جدا أنا جسمي كل يوم بعرضه للأكسادة من غير ما أحس كلنا بنعمل حاجات بتعرض جسمي للأكسادة بتعرض بشريتي للأكسادة فلازم أمشي على مضاد أكسادة فيتامين هي فيتامين هي أنتي أكسدنط من الدرجة الأولى ألب مالتي فيت أولا واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذاء موجود في السيداليات ودي حاجة أمين خلاص أنا متطمنة أنا أطلبه من السيدالية عايزة أي تاني فدي حاجة حلوة قوي أن أنا باخد أي دا وأي مكمل غذائي كريمات البشرة وات أفر من السيدالية بلس إنه موجودة عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة شركة بايو ناتشرالز نقدر كمان نتواصل مع الشركة بنوصل لحد باب البيت هو ده ألب مالتي فيت وبدعمه جدا لكل الناس ابتداء من 13 سنة وطبعا على لو أنا بقى نتكلم لأصدقائنا لو لقدر الله هم في المحافظات وما لقيوش في السيدالية القريبة منهم بقول الدكتور السيدالية إلا نحنا موجودين في الشركة المتحدة للسيدالية طبعا كل اللي عندهم السيداليات عارفين الشركة المتحدة دي أكبر شركة توزيع ولكوت كمان يعني إحنا مسهلين العايز ياخدون in-line يأخذ العايز يأخذ من السيدالية أو بكلم في التليفون ولا قويش في السيدالية لتحت بيته قول الدكتور السيدالية يطلبه Seo يطلبه عن طريق تكشير كتبايا نشر الدعامة للمناع للتمثيل الغذائي للطاقة وداعم جدا كمضادة أكسادها. تعالي بقى نتكلم بما ندخلين على فترة خلاص فيه ولاد دخل المدرسة بالفعل. ودخلين بقى الكم الأكبر إن شاء الله هيدخل على 12. عايزين بقى نقول في البداية هنا دايما الأمهات بتهتم فيتامين سي وبتهتم بالولاد تهتم بالفيتامينز بتاعتهم حتى لو هي كانت بداية من شوية في الصيف. ألبة مالتي فيت مناسب للأطفال كمان. ألبة مالتي فيت مناسب من أول ما بيبدأ يبلعه. كويس جدا. 13-14 سنة. بأخذ قرص واحد في اليوم. هو إتس تابلت بيتاخذ بعد الأكل بساعة. ممكن بعد الغداء. مساء على أنها واجبة رئيسية الدين هو اللي بقيت اليوم. لو الصبح بيفطر يبقى بعد الفطار. بعد الفطار بنص ساعة كده يبقى كويس جدا. عشان لو نزل بقى المناعة وتبقى قوية. يروس تمرين حاجات. هو بنكترش عن قرص واحد وجميع الأمور. وكمان فيتامين سي 500 ده هي اليدي. رائع. 500 ده إحنا كنا أساسا يعني إحنا مش عايزين أكتر من كده. وفعلا الولاد لما يأخذوا 500 يبقى مناسب لهم. إحنا تقريبا إحنا بناخد ألف. ممكن إحنا لو ماشينا عليه في قرص واحد أنا بأخذه غصبا عني من غير ما ألجأ لفيتامين سي بره. صح؟ صح؟ إحنا فجأة ساعة أيام كورونا ما كنش بلاي فيتامين سي بقى أصلا. آآ بيبقى كنون. خالص ولا فوار ولا كابسول ولا أي حاجة. بصي هو مش معنى أنه جي كورونا فنبتدي نهتمم بصحة. نبتدي زي ما نهتمم. هي بس كتعلامة. هي كتعلامة قوية جدا. آآ أن الناس تخلي بالن. بالزبط. بس الحقيقة هي الحياة كلها ما فيهاش كورونا. بس إحنا سمعنا عن حاجات كثيرة لازم نقوي منعتنا. سمعنا عن فطريات قاتلة لو منعتي مش قوية لازم أخذ فيتامينز مريض السكر مناعته ما بتبقاش قد كده لازم يمشي على ألبة مولتي فيتو لازم يمشي على الفيتامينات والمعادن عشان يقوي لي ومنعته. مش بس كورونا فطريات قاتلة باكتيري الإنفكشن من الأكلة مش نظيفة الحاجات كلها الحياة مش هنركز في القصة دي بس لأحنا لازم نبقى جسمنا. المناعة ده جهاز من أهم الأجهاز اللي ربنا خلق أهلينا لازم ندعم مناعتنا لأن هي الحيطة السد لأي فيرل إنفكشن دخل علي أو أي حاجة مش نظيفة دخلت علي الجسم يقدر يهجمها بشكل صحيح. طيب إحنا تكلمنا أنت لسة زكرة دلوقتي قلت مرضى السكر بيبقوا يعني منعيتهم ضعيفة شوطة. خلينا نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمانة عشان هم بيشوفونا دلوقتي يعني السكر الضغط القلب الكوليسترول. هل ألبا مالتي فيد آمن بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمانة؟ طبعا آمن جدا. أولا مريض السكر لازم أكيد الدكتور بدعم له مع الأدوية سواء إنسولين أو الأدوية المتعرف عليها بتاعت السكر. يقول له لازم ياخد فيتامين به. فيتامين به مهم جدا عشان تنميل الأطراف عنده. فألبا مالتي فيد هيبقى داعن جدا جدا للفيتامين به. مريض الكوليسترول مهم جدا لألبا مالتي فيد لأنه مهم ياخد حاجات مضادة للأكسادة زي فيتامين ها لداخل ألبا مالتي فيد. فيتامين ده مهم. بيعمل على عدم أكسادة الضغون الضرة اللي هي ضغون الضرة اللي ما بتيجي بتتأكسد بتحولي إلى كوليسترول تترصب على الأواعيات الدموية. آه. وتعملي مشاكل كبيرة جدا. فلازم أمشي طبعا رقم واحد رشدة الدكتور والأدوية الخفضة للكوليسترول ودعم بألبا مالتي بيت. طيب هاي اللي احنا كده تكلمنا عنه لأصحاب الأمراض المزمن. وليلي بقى احنا دلوقتي يعني ادينا نصيحة كده ناخدها يعني في اللايف ستايل بتاعنا. ولنا نبعد عن اي حاجات خاصة بنا سواء سيدات أو رجال. وناخد معها الفيتامين عشان بجد تدعمنا بشكل كويس. ونحس بقى ان الشعر بقى احسن وبرضو الشعر ده بفترة قبقيه هبدأ حس بعد ما اخد الالبا مالتي بيت. يعني على طقتي انا في الجسمي انا بحس على طول في خلال اول اسبوع او اربعة تيام. لكن بالنسبة للشعر بيتأخر شوي. شعر بياخد وقت طبعا طبعا طبعا. فأدينا بقى النصيحة المهمة دي. اول حاجة يعظيمة اكتناب مدمرات الصحة. مدمرات الصحة زي ايه مثلا كمية السكرية والكربوهايدرات تقل. تاني حاجة اشرب اشرب ماي كويس قوي اكل بروتين يعني يعني اعامل حسابي ان انا لازم اكل بروتين والياف. الياف مهمة بروتين مهمة اتجنب السكريات وتجنب او اخد النشويات بكمية قليلة. مثلا عندك انك نبعد عن التدخيل بقدر الامكان نبعد عن الصهر. الصهر ده مشكلة كبيرة على فكرة. طبعا. الصهر فعلا مشكلة كبيرة لان انا الصهر مش هيخلي الخلايا المناعية بتاعتي تشتغل. مش هيحصل دي توكسفيكيشن للجسم. مش هصحى عندي طاقة. فكل الحاجات دي مهمة. داخلين فاصل الشتة هننسى المايا. لا بليز ما ننساش المايا. في ناس في الشتة فعلا ما بتشربش مياه خالص. ما ننساش المايا. دي مهم. ونبعد عن التوتر لان التوتر بيعلي لنسبة الكورتيزول هرمون. بيعمل حاجات بيلغباط لكل هرمونات الجسم. بلاس ان انا اخد قلب مالتي فيت. ده مهم جدا من اهم النصائح ليا للناس. ان انا اخد قلب مالتي فيت. الداعم للمناعة والداعم كمضادة اكسادة. وداعم جدا في فيتامين بي. وارجع اقول انه من انتاج شركة بايو ناتشرال. بايو ناتشرال عندها منتجات كويسة جدا. جميعها واخدى الترخيص بتاعتها. نقدر نتكلم على طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة بنوصل لحد البيت. او نطلبه مصر دلية اللي جنب بيتنا. واكيد هقول ان السعر رائع. وعايز اقول لك على حاجة عظيمة. لما قلت لي انت جربتي. كنت اول مبارح في السوبر ماركت. فواحدة ست يعني مثلا في الستينات. ست كده محترمة قوي. فبتدور على اخدار او حاجة. فبقول لها اهي اللي حدرتك بتدوري عليها. فبصت لك. حدرتك الدكتورة هي مش عارفة اسمي مش فاكرة اسمي. حدرتك دكتورة الفيتامين. فقلت لها اهي فقلت لي استخدمته. قد ايه رائع. فهاي بتسأل لي بتقولي اخدت علبتين. بسأل حدرتك الدكتورة دينا. هل اعمل يعني اخدتين عشان انا عندي سكر. قلت لها اخدي. ما فيش اي مشكلة ما تكتريش عن قرص واحد. فقلت لي بصراحة اداني نشاط. وقد ايه مبسوطة. واداني موت حل. خلي بالك يمكن من اعراض نقص الفيتامينات حاجة اسمها مود سوينجز. انك تبي اقفل ده ويوم كويسة ويوم صحية. ما عندكش مشكلة تبي اقفل منها. بس حاسنك زهقانة النهار. ايوه. ده بيبقى نقص الفيتامينات. وطبعا لازم نتأكد كمان من نسبة فيتامين دال. اه دال ده مهمة. دال مهمة جدا. يبقى احنا قلنا سي. وبعدين الحديد. وبعدين الفيتامين بي. طبعا. مجموع الفيتامين بكلها. هو تميز بموجود مجموعة فيتامين. عرف يا عظيمة. احد يقول لي أن البيوتين مهمة اوي للشعر. طبعا قالبا مولتي فيد داخله بيوتين. ولكن يحاول على كل البنات وكل الكذيرات الشعرات يقع. مش بس البيوتين مهم للشعر. كل فيتامين به مهم للشعر. يعني يأخذوا بيوتين بس دا للشعر. لا فيتامين باها كله. المجموعة. المجموعة كلها مهمة للشعر. مش بس البيوتين والله طبعا يعني لازم يعني نستمر عليه خلاص احنا كده بقى هناخد قرص واحد ومفيش مانع بقى احنا نكمل عليه خالص يعني مش بقى محتاج اوقف كم شهر وبعدين ارجع ااخد تاني صح كده ممكن في الشهر دي حصل يدروب برضو بوسي انا بتكلم على اليخوصين وهو قلب مالتي فيت انا مش بحتاج اوقفه فيه احيانا بعد المكملات التانية بتبقى فات صليبل قابلة للزوابان في الدهن ممكن وقتها ااخد كم شهر وهو ده فيتامينات تانية خالص غير الموجودة هنا غير القلب كل فيتاميناته قابلة للزوابان في الماء ملاهاش فيتامين توكسيستي ملاهاش سمية يعني ما بتترصبش في الخلايا اصلا لان الزيادة بينزل عن طريق البول اصلي ومش يحصل الزيادة لان التركيزات بتاعته كمان ما هو حد يقولي ايه الزيادة بينزل على طريق البول فانا هحمل على الكلة هتعب الكلة لا ده لو هو بقى عالي نسبه عالي ومش نسبه مش عالي فعشان كده بقول هو قرص واحد بس فيه لجميع الاعمار لجميع الاعمار طيب خليني اسألك بقى فيه ناس ممكن تقولك ايه انا هاخد فيتامين مش مهم ما بقى اكل اكل صحي هل ده كافي برضو يعني قلنا برضو الحتة زي مختلطة عند بعض ناس ما انا باخد فيتامين بقى خ هذا الكلام ده مش يعني غير منطقي يعني كأنه هو صحي لا هو مكمل وبيساعد بس فاهمين برضو الجزئية دي دي بصي بصي عظيمة لا غنى لا بديل للأكل الصحي ولا غنى عن الأكل الصحي اطلاقا لكن احنا صعب ان احنا كل يوم نزاكر هنأكل ايه يعني انتفاق قصدي اه فهمت فهم ما يبقاش عبء يعني ما يبقاش عبء علينا اه الفيتامينات هي مكملة ودعيمة يعني في يوم ما اكلتش اكل صحي انا عندي الفيتامين هيعوضني احتياجي للجسم اه لو يوم يومين يومين مشكلة بس لكن مش طول الوقت صح مش طول الوقت اكل كل حاجة مش صحية واعتمد على مش بس قلب اي فيتامين لا ده كلام غير طبي وغير صحي يعني لازم الناس يبقى عندها وعي ان ما فيش بديل على الاكل الصحي طيب ادينا بقى نصيح لولادنا الفترة زي يعني انا دلوقتي خلاص انا هاخد من قلب انا شايفة يعني وجهة نظري يعني لو بديله القرص بتاع قلب مالتي فيت انا مش هحتاج اديله فيتامين سي صح مش هحتاج فيتامين سي معي لان نسبته كويسة نسبته 500 ميلي جرام مش هحتاج ومش هحتاج فيتامين بي هو كده كويس او كفاية على اي طفل قلب مالتي فيت قرص واحد في اليوم طيب هسألك باحج هل احنا محتاجين نعمل تحليل معين قبل ما ناخد قلب مالتي فيت احنا احنا نعمل تحليل دورية مش بس للفيتامينات يعني نصحتي للناس وكده ان احنا لازم كل ست شهور نعمل تحليل سكر تراكومي نعمل تحليل كوليسترول دهون سلسية بالذات الناس اللي عندها هستري في السكر من ابو اهم ده مهم جدا لان مرض السكر ملوش عرض في الاول فلازم نبقى يعني تحليل دي مهم انزيمات كبدا وكلا السكر تراكومي كوليسترول دهون سلسية كل ده مهم عندي صورة دم كاملة عشان تتأكد ان الحاجات دي مهمة والسيدات بعد الاربعين يعني تعرف تكشف عن نفسها لو في لا قدر الله حاجة فيها دي او حاجة ده مهم جدا الماموغراف دي مهمة ده مهم جدا 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 لان انت عارفها الاطمئنان والعلاج بجري بيبقى سهلا ولو في لا قدر الله هستري في العيلة برضا طبعا طبعا ربنا يا رب يعني اشفي الجميع ويبعد عننا وعن حضراتكو كل حاجة وحشة انتي نهاردة ضندونة نورتيني وشرفتيني عيد ميلادك بجد حبيبيت عيد ميلادك فلازم اللي عندنا نبقى شوية يعني ربنا رزقني بجد والله اسمحولي يعني اقول ان ربنا رزقني بكل الناس اللي بتحبني انها تبقى حوالي وعايز اقولكو والله بجد كانت مفاجأة رائعة بشكر حضراتكو عليها واشكر كمان ان مشاهدينا كانوا حضراتكو كنتم شاركيني فيها ان كمان دكتورة دينا موجودة بقولكو هي سبحان الله بتبقى حاجات كده ارف اه والله يا ناس لما بيحبك بيبقى معاك طبعا شكرا جزيلا بجد وسعيدة ان ده حصل وحضراتكو كنتم شاركيني فيه يعني بجد شكرا وقد انا كنت سعيدة وهم عملوا معايا قبل ما اهلي وقارب الناس ليا يحتفلوا بيا جدا لحسن المتابعة بشكر دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشر نورتيني وشرفتيني بنورك يا عظيمة السلاميني وبشكر حضراتكو الحسن المتابعة وتحية لكل من يشاهد قرارات الاهلي في كل مكان تحية وحب وتقدير لحضراتكو اسمحولي اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكو من هنا الحلقة جديدة على الف خير وصحة وسلامة وسعادة وصلاة وعليس اشتركوا في القناة